رحمن رحيم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان عبر خنواتكم المفضلة دائما On Time Sports وكما غودناكم دائما نحن في الزمان والمكان والزمان هو اليوم في يوم مهم لمنتخب مصر يوم مهم في فجر جديد في 306 كل حتة حلوة ومنورة للمحروف على أفضل جناح يمين في فرنسا وعلي زين طاري ومحمد طارق إبراهيم المصري ولاط وخصوصا في قائد نظامة كانت في اسكندرية في عروس البحر المتوسط في عام 1951 على مستوى كرة الياد وهران اللقاءات أريزو واللي يلعب الكرة الأمين بالنور الجزيري يلعب الكرة على الديرة ويحرز أول يلعب الكرة ليحية الدرع عايز عادي حسن وليد ويحرز أول الأهداف لمنتخب مصر عايز عادي من الباك الشمال يلعب الكرة لعلي علي يلعب الكرة لبنور يغير الأمور بالنور لأنصور من الجناح ألمي يلعب الكرة حسن وليد لكن ياسين بالقائد يتصدى الكرة يلعب الكرة العادل وياسين بالقائد يتصدى الكرتين متتاليتين لعب سبورتينجلي شبونا على البرتغالي مع منتخب النصور للشباب ويعدي على طول حسن وليد يجهز ليب النور فاول مهاجب المرمى خالي يقدر يعمل الكرة في المرمى عملك واي ساوي هوبا كرة مطلوبة يلعب الكرة يلعب الكرة حسن وليد مهاب يا ولد على الخداع رائعة من الباك مهاب سعيد هوبا مهارات مطلوبة وكور محبوبة وقف الدفاعات أسامة جزيري باك شمال عايزي عادي يلعب الكرة في الجناح ويحرز مهاب سعين غسان تمرير حسن وليد مهاب سعيد يلعب الكرة للدرع اللي عايزي عادي ويحرز تروح الكرة في الجناح يلعب فاول مهاجم دخول بقوة عايزي عادي الدرع يلعب الكرة لحسن وليد في أول مهاجم معه لحسن وليد عايزي شوت الكرة الجزيري شوتها برا ولكن يدي إتاحة فرصة الحاكمتين يرجع مرة تانية وياخد مفرط تام ويحرز الهدرع في بدايته كانت حكايته في بطولة العالم للشباب يحرز يسواعد بالقائد لبكر شال الكرة كويس قوي لعب سبورت انجلي شبونا الدرع حسن وليد مهاجم سعيد يطلع لمهاجم سعيد يا سلام على التمريرة من هوبه ولكن ولكن عالي كويس قوي سرعة رد الفعل رائعة ولكن حسن وليد يضيف هدف جديد من الباك الشمال اللول يعدي ما بين الكل عمله كويس قوي حصل على أفضل باك الشمال في بطولة العالم اللي النشئين النشئة المحروصة أو خمسين هدف تقريبا في البطولة تمرير عايز يعدي يلعب الكرة على الدائرة يستلم الكرة مرة تانية يلعب بسلوفاكيا مرة تانية يعدي كويس قوي الواية هورس كويس قوي يختارق بنقطة على رجله اليمين ويلعب الكرة بإيده اليمين وليد تروح لهوبا كرة مرة تانية عادل يلعب الكرة للدير الجنح الشمال يجري بسرعة عالية ويحرز الهدف قوي من الجناح الشمال اللعب سريع جدا موليد تسعين لعب التراجئ التونسي عايز يعدي إشارة باللعب السلبي هوبا يلعب الكرة كويسة أو البكر في الجناح الشمال تمريرة حلوة أوي من هوبا كرة بطلوبة هوبا يا حلوة أوي التمريرة اللي تعمل خطورة زهاد عددية لأنصور عايز يعدي الجزيرة أو يشوت الكرة عايز يلعب الكرة على الدائرة ولكن هوبا 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 بروح مطلوبة هوبا للخط الخلفي عشان التصويب عبوسينا هوبا طار 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 لاعب إن شاء الله نتمنى له كل التوفيق مع الكبار مهاب سعيد ليه درع علي زين يمر الكرة حلوة أوي لهوبا ياه كان عايز يلعب الكرة العادل لكن لم الكرة عادل ياوه كطورة بيده الشمال صعب صعب وووو تيجي الكرة في العرضة تروح لكريم هنداوي خب مصر نكتمل بعد 14 ثانية كورة الدرع يعدي كويس بمهارة إن العبارة الوايط ورص عنده المهارة عمالة كويس أوي سعينتقل ليلعب لفاس بريم مفي بي وأهم لاعب كان في بطولة أفريقيا الأخيرة يلعب الكرة البوغانمي على مستوى الخط الخلفي يلعب الكرة حلوة أوي المهاب يلعب الكرة حلوة أوي الساند طار المصريين من الجناح لمين ساند تونس في عام 1967 مرة تانية تمرير خط الخلفي عايز يعدد المول يجد الحلول درمول وعقاب دقتين درمول بيتحك مع الدرع طبعا الجناح عصام يلعب للنجمة السحلي التونسي 32 سنة أزلع أحمد الأحمر القائد أول نزول لي أول كورة لي عايز يعدي علي زين يا سلام يا سلام برشة برشة علي عمالة حلوة أوي هيلعب في الدينما أبو خريست مع هاشم الموسم القادم بصينا في الإعادة الرائعة أوي الكادر كمان من على الجناح يلعب الكرة ليدرمول اللي يجد الحلول لازال يجد الحلول درمول يلعب الكرة الأمين بالنور أمين بالنور يعد كويس أوي ويحرز على هذا الطيار دخل كويس أوي آهو لاجد الحلول يقف قدامه المصري يوسف معرف اللي شو تيك كورة ولكن الطيار يمنع الخطورة قايري هادي كورة بتاعة يوسف رحلا كويس أوي الطيار الإيدوار وحب التغير اتجاهها يقدر لمها بالعكس وكورة حلوة بالقائد سبورتنجليش بونا على المرتغالي يعمل فوائد يتصدل الكورة يلعب الكورة يوسف يتصدل قادي التمرير الحلوة أوي من خيري لعادل في انفراض ما عايسين بالقائد اللي عمل رفليكس كويس أوي يروح يوسف والطيار تعدي تقطع الكورة من المصري تروح لأحمد الأحمر للقائد ولكن بالقائد يتصدل تصدل كويس أوي في الكورة اللي فاتت عمل كده عايزي عادي كويس أوي علي يلعب الكورة لسيف يلعب الكورة أحمد الأحمر والقائد هو القائد عنده الفوائد الأبيض الدهبي الأحمر الناري هو ده اللي عنده حلول بشكل مش معقول مرة تانية درمول بالنور تقاطع يوسف عايزي عادي يوسف وعملك يشرب اللعب السلبي خيري عايزي عادي يلعب الكورة لسيف قفلين عن الدفاع عايزي مر السيف ولكن يتصدى بالقائد الدرع يحيى الدرع عايزي عادي يلعب الكورة لعلي يمر كويس أوي علي فارش استنى عليه بضع ثواني أهو طلع له لغاية طلع أربعة متر وقالية وبالتحديد في مركز ثلاثة في تحت المصر كده وعلي زين عايزي لعب الكورة بالنور يغير الأمور ويقلص الفري لدى المبوخ رست مرة تانية عايزي عادي يلعب الكورة كويس أوي عادي أهو لعبه كويس أوي ياخد الكورة بالقائد يهوش ويحرز القائد على شمال بالقائد اللي أتقدم لمنتخب مصر خمستاشر اثناشر أحمد الأحمر ياخد رامي حرة فاول مهاجم يجري توقف السرعة يلعب الكورة لعلي زين لعب الكورة بهم فرات تم وقاب القائد بالقائد ياسين بالقائد الحارس السيكبير حارس بورتيجليش فورنا البرتغالي مرة تانية يلعب الكورة ينسف في آخر الثواني بيع اللي ما عندوش غير ثلاث كورت أو كورتين هذه أول كورة عايزي عادي يشوت وفي القطورة ينتج شوت الأول بتقدم رجال المحروسة خمستاشر على حساب نصول قرطاس 13 ولكن في النهاية انتهى الشوت الأول خمستاشر تراتاشر جملة سريعة تتلاب على طول على الدائرة جملة تكتكية هايلة مكان أمين بين درمول مراعيز ثاني درمول درمول يجد الحلول درمول يوسف عايزي عادي يوسف ويحرز الهدف هدف ستاشر خمستاشر عادة كويس أوي يوسف ويحرز تمرير خط خلفي يحيى الدرع يا والسلام على وقت هورتس يا سلام نور الدين حيشوت الكورة تيجي في الدفاع يا سلام يا سلام يحيى الدرع رائعة يحيى درع هنا الفوارق كمان الفنية والخبرات العالية يحيى الدرع ستة عشرين سنة وفي الجناح رايح غسان غسان طومي برا ده كمان ترتيب الأمور والأوراق برا مهمة جدا نشو بحسدش أي أخطاء في التغيير مرة تانية أحمد لاحمر الخطير ولكن بالقائد قادي اختقاطه على الخط الخلف عادة كويس أوي أحمد لاحمر بالقائد حارس مميز جد حارس الرجل المباشر يجري تونس في انفراط تأم على الطيار يحرز مارون شو يراف عالي يا قوي هذه الكرة من درمول عملها له رائعة شو يراف لعب التراجي التونسي مواليد التسعين عملها كويس عشان يجدد الحكاية لكن خلقها ميحور يحيى الدرع عايز يعدي يرجع مرة تانية يلعب الكرة ليهوبا يلعب كرة مطلوبة لحسن الوليد وادب جديد مع تالندويتش باييف موسم عشرين تلاتة وعشرين عايز يعدي درمول يلعب نور يعدي درمول ويجد الحلول عدل ايه قبل النهائي مهب هوبا 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 كرة مطلوبة هوبا والاعب منتخب الرجال والاعب النادي الاهلي عمل حلو قوي مرة تانية تروح في الجناح الشمال ياتصاد الطيار ايه من الجناح في انفراد تام ويحرز 32 سنة لعب النجم السحلي عملة كويس قوي من يقطع سند يلعب الكرة في سنائية يا ولد يا ولد يا عادل يا شوف هنا يلعب كرات اخر جمال من على الدايرة بص التمريرة سنائية رائعة من خطر خلفي من يا عادل احرص 11 هدف في البطولة قبل هذا اللقاء يلعب الكرة هنا بقى درمول 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 عنده الحلول عنده الحلول درمول سنة يلعب في المانيا في مندن يا عادل كويس قوي لانه اصلا بطبيعة حاله هو بلعب على مستوى الجناح الشمال يعادل كويس قوي هو با يا ولد يا ولد يا ولد لا عملي عملي ادي كرة في ايده الشمال عدى بمروحة مسكو لعب كرة وعملي اللي عليه بيديه بالقائد هو والقائد ولكن هنا الفوائد يوسف بوغانمي يطلع مجنح الشمال يلعب الكرة مرة تانية النور نقص عدد منتخب مصر تحكورة بوغانمي في نقص العدد ولكن لكن لكن الطيار عمله كويس قوي الطيار يا سلام يا طيار يا سلام يا طيار يا سيف حبي يقطع الكرة لكن يروح في انفراض طبعا لعب مع نادي الزمالك البوغانمي لعب سريع سريع احرص خم يبتدي عادل يلعب الكرة من عدير وانزل تحت علي زين يرجع تانية مرة تصيف علم صوصاني العلعاب عايز عدي واحد على واحد وفعلا يا خدرامي حرة يلعب الكرة مرة تانية العلي زين اللي عايز عدي مهاب يلعب الكرة ويكون هو واحد الاسبخى خماصر للشباب والرجل يختارق ويصوب عايز عدي بلال وتحسب الهدف مهاب يلعب الكرة حلوة او العادل يا سلام عدل بيلعب اللي اللي عايز أعدي syntax من الباك الشمال الكرة تعمل بقات حسب ترامي جزائي بوغن ميو الطيار ويحرز البوغن مرة تانية عايزة عدي عالي زين ما تبدي الشامي جزائية يلعب الكرة في المرمى يلعب الكرة سند راع الباك اليمين عايزة عدي سند يلعب الكرة للدرع عايزة مرة العادل يا سلام يا عادل يا سلام احمد الاحمر يهوش اول مرة ويحرز الهدف تقاطع ديرمول عايزة العب الكرة مرة تانية في الباك اليمين يتصد على الطيار رمي جزائي يهوش اول مرة تاني مرة بص شوف الطيار الاقتضار الطيار الاقتخر جمال من عسام تمام التمام هوش مرة واثنين ولكن هو يمنع الهدف ما بين القائمين رفليكس عالي من عدلات عشرين مرة تانية يلعب الكرة يحيى الدرع رائع عم يرجع يدفع وبعدان يغير يشوت الكرة بفعالية عمالة كواس قوي يحيى الدرع ودي يوسف رد عليه على طول الباك الشمال لسيف بيقابلوا تلاتين سنة طلع لغاية عالي زين ومنعه طبعا بقوة بيقول لا لا مش اقاف دقتين بلال يلعب الكرة مع يوسف عايزي عادي يعادي ولكن الطيار هنا الاقتضار يمنع الخطورة خطور اهو بص حضركوا دخل في انفراد واحده تماما وهو تصداله رائعة هنا بقى من الهجوم للدفاع عاملوا نموذج بلال عايزي عادي يلعب الكرة الديرمول اللي بيتم دلوقتي ما منتخب مصر من بارندو يعني معناه ان كل لاعب قاعد في ديكة البودلاء لا يجب يكون جاهز ده في اي وقت في اي دقيقة مرة تانية تروح الكرة اول ساند عن عامد يزيد الفارق بهدف سمين تمرير مرة تانية نور يلعب الكرة من اورا كويس اول بلال لا تقاطي عايزي عادي ينزل على الدائرة حسن وليل العب الكرة السيف يعدوي مرك السيف سيف سيف عادة كويس الوكيل يلعب الكرة الوليد يلعب الكرة حلوة اوي اوي جملة تكتكي كويس اوي هوبه في تمريره مطلوبه حلوة اوي ياخد رائع عادل ويلعب الكرة بلال عايزي عادي بلال يتصعد الطيار ولكن نستنى الكرة الاخيرة يشوت يهوي شوي يحرز اسامة البغنمي على يمين الطيار قد المصري لكرة اياد مباريات عالية لولاد المصريين لولاد المحروصة ودايما